موقع مبتدى أو خلاص اتكلمنا على تصراحات فايلر خلينا نروح لليوم السابع اليوم السابع بيكلموا عن لجنة تخطيط بالأهلي ترفض رحيل لكهرباء للسعودية في الصيف يا جماعة ده أمر مستبعد رحيل كهرباء في الصيف ده أمر مستبعد البعض بيتكلم في الاتجاه ده عشان كهرباء ما بيلعبش مسلا فترة أخيرة يا موقوف لكن قبل الايقاف هو كان بيلعب مع الأهلي أوه ما كانش أساسي بس كان بيشارك وكان مؤثر وبيحرص الأهداف وبيسمع أهداف فاستبعده الجزئية دي من دماغه خالص كهرباء موجود ومكامل مع النادي الأهلي ومستبعد بيه جدا جدا وبإمكانياته وفي نفس الوقت وما هنا بيقول لك أسموك الرمضان صبحي يمشي فأكيد كهرباء حيستمر لا حتى لو رمضان صبحي بإذن الله موجود كهرباء كمان موجود مع النادي الأهلي طيب آخر الخبر حعل عليه بخصوص سوبر شكر والكلام على